أطلق المعهد الملكي للدراسات الدينية في الأردن بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية بجمهورية مصر العربية مؤتمر أفاقي بناء السلام في المجتمعات العربية وألقيت في المؤتمر كلمة سمو الأمير الحسن بن طلال أشار فيها أننا اليوم بحاجة إلى نهضة في المودة تمهد الطريقة نحو تعزيز الأخوة الإنسانية وإرساء قواعد العدل والسلام بين الشعوب من جهتها قالت مديرة المعهد الدكتورة ريني حتر إن الحوار بين أتباع الأديان هو أساس للعيش السلمي ومن هنا لابد من توعية المجتمع برفض العنف وتعزيز ونشر ثقافة السلام بدوره أشاد رئيس الهيئة القبطية في مصر القص أندريزاكي بالنموذج الذي يقدمه الأردن في ترسيخ قيم العيش المشترك والتسامح الديني